السلام عليكم أعزائي الطلاب هنتكلم على المعادلات التفاضلية الخطية Linear differential equation of the first order الصورة العامة للمعادلات التفاضلية الخطية من الردبة الأولى على هذا الشكل dy by dx زع f of x في y سوى g of x واضح أنها معادلة تفاضلية خطية من الردبة الأولى معنى المشتقة dy by dx بس واضح أنها معادلة تفاضلية خطية بمعنى لا يوجد حاصل ضعب من y في المشتقات أو y قوة أعلى أو المشتقات مضوبة بعض يمكن حل هذا النوع من المعادلات أو يمكن كتبته على الصور الواي يساوي واحد على ميو في تحقوص تكامل ميو في g dx زائد ثابت ايه هو الميو؟ الميو يسميه عامل المكاملة بالشكل ده ميو يساوي أو يوس يتكامل f x dx هنا مشتقة الواي بالنسبة لل x في بعض المسائل توجد مشتقة ال x بالنسبة لل y بمعنى بالشكل ده هذه المعادلة أيضا المعادلة تفاضلية خطية من الردبة الأولى كتاب يمكن كتابتها على هذا الشكل اكس يساوي وعمل المكاملة هي بدلة في الواي يوس يتكامل f y dy تعال نشوف مثال اوجد حل المعادلة التفاضلية dy by dx زائد الواي التان x يساوي ساين 2x ازا احنا قلنا الشكل العام من المعادلة التفاضلية هو dy by dx زائد f في الواي يساوي g اولا نحدد f f يساوي تان x ونحدد g يساوي 2x الميو يساوي e أستكامل f dx يساوي e أستكامل tan x dx اللي هو يساوي e أستكامل التاني اللي هو sin x على cos dx البسط مشتقط المقام بس في سالب نضع في سالب يبقى يساوي e وصنا أصلين cos x اللي هو يساوي sick x تحددنا عمل المكاملة اهو طب الحل بتاعنا y يساوي y يساوي 1 على mu تكامل mu g dx زائد ثابت ممكن الشكل ده على طول اهو يساوي مو في g يعني sick sin 2x sick sin 2x طب ازاي قدي لعندنا sin 2x يساوي sin 2x يساوي 2 sin x cos x معانا هنا sick اللي هي واحدة على cos اذا النتيجة هتوب 2 sin x خلاص نكامل sin x يساوي y يساوي 2 cos x زائد ثابت في الكوزين ثابت الكوزين y يساوي 1 y يساوي 1 1 100 يعني 1 على 100 يعني كوزين في التكامل دا يدينا هذه الصيغة نشوف مثال تاني احنا الشكل العام بتاعنا الشكل العام دي واي باي دي اكس زائد f في الواي يساوي جي يبنحاول نكتب المسألة بتاعتنا المعادلة بتاعتنا على هذا الشكل القياسي يبنقسم هنا على x دي واي باي دي اكس زائد x زائد واحدة على x وضع في الواي يساوي 3 x e اصناص x يبنح f يساوي 1 زائد واحدة على x و g يساوي 3 x الميو يساوي e اصناص x x dx يساوي e اصناص تكامل 1 زائد واحدة على x dx لو يساوي كامل تكامل ده يبقى e اصناص x زائد lin x لو يساوي x اصناص x هذه الميو نفس الكامل الحال بتاعنا y يساوي واحدة على ميو في تحقص تكامل ميو في g dx زائد تعال نشوف هذه المعادلة كتبنا على الشكل ده عامل المكملة اهو x في اس اكس لما نضعب عامل المكملة في المعادلة كلها يبقى دي بقى dx يساوي ثلاثة اكس تغبير لما نكامل y x يساوي ثلاثة تكامل ده خلاص هنقسم احنا على ده هنقسم على ده اهو او نخليها x y يساوي x تكامل ده بقام x تكامل ثلاثة اكس تغبير تكمل بقام x تكامل مثال ثاني اوقت حل المعادلة التفاضلية دي هنا نفس الكلام f يساوي tan x و g يساوي كوزين تغبير دي معادلة تفاضلية زائد تقييمها ابتدائية الميو يساوي و ستكامل tan x دي اكس يساوي سك اكس لما نكامل يبقى ايه الواي يساوي واحدة على السك واحدة على سك اكس تعقص تكامل سك في الكوزين يبقى كوزين اكس دي اكس زائد ثابت خلاص طبعا يكتبنها ازاي عشان عندي نحن الواي يساوي واحدة على ميو افتح قوص تكامل ميو g of x دي اكس زائد سابت وحكا نعود بالقيمة انها كامل تكامل كوزين بس sin نشوف اهو تكامل كوزين بس يبقى ازا الواي هنا الواي هنا الواي يساوي اصلا نحن على السك يعني ضابنا في الكوزين يبقى دي الصغر بتاعت هذا الواي يبقى دي الحل بتاعه دي الحل بتاعي لما نعود بالقيمة الابتدائية وي عنده الصف يعني اكس بصف اكس بصف معنا هي ده بكام ده ده بصف وهنا ده بواحد يبقى اكسر ايو يساوي سابت طب عندي وي عنده الصف يساوي سالب واحد اذا سالب واحد يساوي يساوي سي نعود نوع ده هزي الصغر